نادي أس بي سي بكامل الجاهزية ومعنويات الفريق عالية لهجوم تيربيون هذا ما صرح به مدرب نادي أس بي سي طاهر زكريا غارديا خلال المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه عن وضاع النادي الحالية وسلوك المشجعين بالإضافة إلى قواعد دوري الدرجة الأولى الرابطة أنجمنة التي تدعوهم إلى لعب مباراة في كل 72 ساعة وعواقب هذه البرمجة على اللاعبين الذين يجدون صعوبة في إدارة الإرهاق أسئلة وإستفسارات عدة طرحها الصحفيون على المدرب منها على عاتق من تقع مسؤولية توعية الجمهور اللاعب الثاني عشر أليس هذا من واجبات رابطة المشجعين؟ رد طاهر زكريا بأنه ليس هناك وجود لرابطة المشجعين الأندية فقط هناك رابط لتشجيع المنتخب ودع المشجعين لتأدية أدوارهم بموازلة أنديتهم هذا وعقب الانتهاء من المؤتمر الصحفي سجل ممثل رئيس النادي زيارة تشجعية لللاعبين وحذهم على المواصلة في التألق وتحقيق أفضل النتائج لتمثيل الوطن في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر